موسيقى ناشرة والأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعنوين غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين شرق سواحي الاسفاقس وتواصل عملية البحث عن ناجين وانتشال الجثار فرق المراقبة الصحية ترفع أكثر من 1300 مخالفة صحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري تحذل من عرض وبيع سمكة الأرنب في الأسواق اجتماع مرتاقب لمجلس الأمن الدولي في جبسة مغلقة وجولة أوروبية لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز صراج لحجد الدعم الدولي منتصف الليل من تونس ألنبكم جدة صباح الجمعة في خليج جابس حادث غرق لمركب هجرة غير شرعية من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء ذهب ضحيته وفق حصيلة أولية ما يزيد عن السبعين شخصا أفدت وزارة الدفاع الوطني بأن التحريات الأولية كشفت المركب الذي كان يقل مهاجرين من جزيات أفريقية وغرق شرق صواحل سفاقس غادرة من مدينة سوار ليبيا أمس في اتجاه إيطاليا وأكدت الوزراء في بلاغ لها أن عمليات البحث ما زلت متواصلة مواضحة أنه تم توجيه قطع بحرية تابعة لجيش البحر على عين المكان إذر تلقي معلومات حول غارق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين على بعد 60 كم شرق صواحل سفاقس خارج المياه الإقليمية وأنها وجدت مركب سيد تونسي قام بإنقاذ 16 فردا تم نقلهم على مدن الخافر العسكرية كما أوضحت أنه بتمشيط المنطقة تم العثور على ثلاث جوثتين انتشلتهم وحدات جيش البحر وأنه تم توجيه وحدتين بحريتين للمعاددة في عملية البحث يذكر أن مصدرا جهويا مسؤولا أكد الوكالة تونسي فريق الأنباء أنه تم تجهيل وفاة 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسية في مستوى ولاية سفاقس وانقاذ 16 آخرين على إثر غرق مركب لهجرة غير شرعية يراشح أن يكون انطلق من ليبيا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان رفعت فرق المراقبة الصحية 1341 مخالفة صحية إثرت أمينها لحوالي 18 ألف عملية تفقدية صحية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية كما اقترحت غلق 40 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة وحجزت حوالي 11 طن من المواد الفاسدة وأقمت فرق المراقبة الصحية أيضا بإخضاع 12 ألف وتسعة عشرة عين من المواد الغذائية للتحليل المخبرية اللازمة لتثبت من مدى صلوحية استهلاكها وبعد أن راجت مؤخرا في عدد من الأسواق حذرت وزارة الفلاحة وصيد البحري من بيع سمكة الأرنب السامة لما تمثله من خطر على صحة المستهلك بسبب احتوائها على أنواع خاطرة من السموم السمك الأرنب وسمكة البلون والنفيخة هي نوعية من الأسماك السامة ويمنع عرضها مباشرة بالأسواق تباعا لمقتضيات إجراءات المراقبة الصحية ووفق التحليل المخبرية فإن هذه الأنواع من الأسماك تحتوي سموم هي من أصعب وأخطر السموم التي تؤدي إلى شرل خطر المتاحة هو أنه سمك سام يحتوي على توكسين سام معناه هو متواجد على كامل جسم السمكة يعني متنجمش نحي منها أجزاء وتخلوه تسالك أجزاء والحاجة المهمة جدا أنه هو حتى المستهلك التونسي من الجمش يخوي طيبة خطرش هي ترموستابر معناه حتى بدرس الحرارة ولا بدتقلها ولا طيبها لا تقضيش على التوكسين هذه ورغم قرار منع مسك وبيع السمك الأرنب فإن وزارة الفلاحة أشارت إلى أنه تم ملاحظة هذه النوعية من الأسماك الخطيرة لبعض الأسواق وذلك يعود وفقها إلى عدم احترام بعض المنتجات لمسالك التوزيع القانونية نصيحة المسالك التونسي باش ما نرفع كل لبس عن هذا باش ما أنا ننصعه باش ياخذ الحوت اللي مال في ياخذ فيه الحوت اللي يعرفوا ياخذوا الحوت اللي ما يعرفوش ما ياخذوش الشباك متاع البحارة تنجم زادة توحي في الشباك وما يعملوا حتى ما يعملوا حتى شي يجبوا بطبيعة مشى خاطر زادة قاقا وكعبة يجبوا مشى لوحوها يجبوا يقتلوها يقتلوها وبعد تالي معناها بحد يصير ردمها ولا يصير رواحد خاطر ما إذا كان تشدها أنت وتلواحها وتقول لنا حاشت شباها وبعد تلواحها في الواحد ما عملنا حتى شيء ويعتبر البحر الأحمر الحاضن الرئيسي لسمك الأرنب لكنه انتشر في السنوات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد أن تسلل إليه عبر قناة السويس المستوى المياه التونسية خاصة في خليج جابس في أول الأمر ولكن بعد تالي ظهرت السمك هذه في عديد المناطق طلعت حتى للشمال التونسي ولكن بظاهرة معناها مش كبيرة الحذر واجب ويلزمنا نتبعه على مستوى المواني على مستوى الأسواق على مستوى نقاط البيع ونظرا لما يمثل سمك الأرنب من خطر على صحة المستهلك فقد شرعت تونس منذ سنة 11 و2000 بحملة توعوية واسعة بالموانئ والأسواق للتحذير من خطورته في موضوع تربوي اتفقت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية على تغيير موعد تسليم ملفات تقييم سنة الدراسية أي بطاقات الأعداد بالنسبة للتعليم الابتدائي إلى تاريخ يصبق منظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية المحدد أيام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من جوان القادم وأرجعت الجامعة تغيير موعد التسليم إلى تزامن اختتام سنة الدراسية مع موعد المنظرة أما بالنسبة للامتحان الوطني لسنة السادسة الذي سيقام من الثالث إلى الثامن من جوان المقبل فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتكفل الوزارة بإيصال الاختبارات إلى المدارس الابتدائية البعيدة عن مراكز التوزيع ويتم الإصلاح في المدارس الابتدائية بعدما رصدته دائرة المحاسبات في تقريرها الأخير من إخلالات تتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاصة اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الإجراءات تصل إلى حد سحب الترخيص من هذه المؤسسات مواصلة لأعمالها الرقابية على عدد من مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص ونظرا لما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من تجاوزات وإخلالات في هذا القطاع عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تكوين لجنة صلب الوزارة بغاية اتخاذ كل الإجراءات في حال ثبت حدوث تجاوزه الجوعة والجويلة في 2018 تم سحب رخصة مؤسسة التعليم العالي الخاص بصفة نهائية أكثر من ذلك تم تقديم شكاوى جزائية لتتبع الممثل القانوني لتعلمؤسسات ذك لأنه معناها أعطاش هذا على خلاف السياق القانوني إخلالات وفق دائرة المحاسبات طالت إسناد التراخيص لإحداث المؤسسات الخاصة إلى جانب الترفية في معاليم التسجيل وتجاوز سقف 5% كما أشار التقرير لتعمد بعض المؤسسات الجامعية الخاصة إلى عدم دفع المساهمات الاجتماعية للأساتذة القارين بها بشتلقى عديد المؤسسات وتوفرش ضمان البنكي بتاتا وإلا توفروا بقيمة أقل إحنا عملنا عينة من 30 مؤسسة 15 منهم رفعوا أكثر من نسبة المسموح بها فمشكون اللي يصل حتى الـ 65% لنسبة الترفيع في معاليم الدراسة ما التباس فيه أنه زيادة تصير في كل شهادة نوع شهادة جديدة يتنجي مزيد حتى 100% ممكن أما يكون نفس الشهادة ويسجل فيها الطالب في السنة الأولى ينتقل لسنة الثانية لا يوجد حق أي مؤسسة بزيدة أكثر من 5% لسنة السياس لا يوجد حق يتخذ على الأستاذ من القطاع العموية من السينر بيس يتخذ على السنة السياس ويأخذي قريب القطاع الخاص لا يوجد حق وحمل تقرير محكمة المحاسبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية منح معادلة عدد من الشهادات العلمية رغم غياب بعض الوثائق المستوجبة وعدم توفر النصاب القانوني للليجان القطاعية المكلفة بهذا الملف فمع عديد الشهدات غير مؤهلة ووقتها للتلميذ ما يخذش المعادلة تلقى وزارة التعليم العالي معناتها ما تثبتش عندك أثناش المؤسسة من الأحداثها حتى التوى عمرها ما تراقب سير الامتحانة تمتاحها الإدارة اللي له بالمعادلة معناها الباسوني اللي عندها ضعيف جدا ما همش قادرين اليوم باش يتناولوا ملفات المعادلة كما ينبغي هو رهو هذه موضوع المعادلة يزموا عادة نظره في إدار قانوني تاو اقترحنا ونحن تاوى بصد تنفيذ الاقتراح أنه يتم مراجعة كل أسماء الطلبة اللي انتفعوا بقرارات معادلة دون أن يكونوا عندهم كافة الوثائق هذا وقد شهد أحداث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع تواصل الاقتتال الدامي في ليبيا وخاصة حول العاصمة الترابلوس تعالت ندايات المنظمات الإنسانية الأممية إذا تزايد معاناة آلاف العائلات ولمناقشة الوضع الإنساني يجتمع ماجلس الأمن الدولي مساء الجمعة في جلسة مغلقة بطلب من بريطانيا ويتزامن هذا الاجتماع الأممي مع جولة أوروبية يجريها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايزي الصراج لحجل الدعم الدولي ضد هجوم قوات خليفة حفتر على الترابلوس أصيب 17 فلسطينيا بالرصاص بينهم مسعف والعشرات بالاختناق جراء قمع قوة الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية التي تقام ويام الجمعة من كل أسبوع للعام الثاني على التوالي شرق قطاع غزة وذكرت مصادر العالمية أن قناصة الاحتلال فتح النار في اتجاه المشاركين في مسيرة سلمية على الحدود الشرقية لخان يونس قال مسؤول بالأمم المتحدة إن جماعة الحوثي اليمانية تنوي سحب قوتها من ثلاثة مواني رئيسية بالبلاد خلال أربعة أيام اعتبارا من السبت هذا أبرمت جماعة الحوثي المتحلفة مع إيران اتفاقا مبدئيا في ديسمبر مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لسحب قوتها من الحديدة بحلول السابع من جانفي وذلك وفقا لهدنة تهدف لتفادي هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب وفي أخبار الرياضة تقام اليوم سبت بداية من الثانية ونصف ظهر مباراة الدفعة الثانية من ربع نائي كأس تونس لكرة القدم إذ يستضيف وترج الرياضي الاتحاد المنستيري في اللقاء سيضرب على إثره الفائز موعدا في المربع الذهبي مع النادي السفاقسي ويلاقي اتحاد بوسلم الملعب القبسي في انتظار التعيني موعد لمباراة النجم الساحلي والنادي الأفريقي نهاية النشر مشاهدين كرام والتذكير بمرز مجافيها في هذه العنوية غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين شرق سواحي الاسفاقس وتواصل عملية البحث عن الناجين وانتشار الجثث موسيقى فرق المراقبة الصحية ترفع أكثر من ألف من وثلاثمائة مخالفة صحية ووزارة الفلاحة وصيد البحري تحذر من عرضي وبيعي سمكة الأرنب في الأسواق اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي في جلسة مهلقة وجولة أوروبية لرئيس حكومة الفاق الوطني فائز الصراج لحجد الدعم الدولي موسيقى وبإمكانكم تابعة هذه النشر وغير من الأخبار على بوابط تلفزة تونسية تونسية تيفي نقطتها نشكر تباكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء